موسيقى معكم حضاري تسعة سبعة وخمسين دقيقة وقاية كل عادة نعمل وطلع الأخبار الفلاحة في تونس الكل ماغري كولتور نبدأوها ببلاغ اللي هابدوته وزارة الفلاحة حسب توقعات المحضروات للرصد الجوي اليوم باللي توفيد بينه اميات كبيرة من الامطار اللي بشت هاتل خاصة هولويد جفصة سي بوزيد القروان سيليان الزغوان ومحالين جهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة توسي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فاللاحية المناطق هذه بياخد الاحديات اللازمة لحماية مواشيها معدم تركها في الخارج والحرص على وضحها داخل الاستابلات وابعدها عن الماجاري بتاع الأودية كما تشدد الوزارة على جمعة الآلة الفلاحية وتجهيزات وضحها في أماكن أمنة بعيدة عن الماجاري الأودية من كما يقولوا معناها حتى أي قطعة فلاحية عندك بعدها وخبيها لداخل على كل كما توسي وزارة الفلاحة البحارة وأصحاب المراكب السيد البحري بتوخير حضارة وعدم المجلسة والأبحار خلال يمات القرية القادمة إلى حين تحصن الأحوال الجوية ماغريكولتور نكمل مع أخبار الفلاحة اليوم العالمي للتغذية في 16 أكتوبر 2018 من نسبة هذه أشوفوا أن وزارة الفلاحة البارحة ومنظمة الأغذية وزراعة للأمام المتحدة فاو اللي عملوا اتفاقي تعاون فني لإعداد دراسات تسمح بتحيين وتطوير خدمات الخارطة الفلاحية تنسية وذلك يجي لذلك كما قلنا على هامش لقاء يتضم منصف اليوم العالمي للأغذية المدير العام للمعهد الوطني للعلومة الفلاحية في تونس فيصل بن جدي يقول أن الاتفاق يهدف إلى تحيين الخارطة الفلاحية لتعود للعشرين سنة من خلال إدماج معطيات تتعلق بالمراقبة والأمكانيات الفلاحية ووضعية المحاصيل الزراعية والموارد المائية المتوفرة في الوقت الرهن ويقول زادة وأن الاتفاق هذا يهدف إلى اعتماد نموذج لتصور المعطيات بما يمكن من استعمال الخارطة الفلاحية كأداة تساعد على اتخاذ القرار في خيارة التنمية الفلاحية وهكذا تكون لدينا واضحة الرؤية للخارطة الفلاحية في تونس شعرنا من غلا شعرنا من خضرة قدرش الأمكانية تمتعنا في مختلف الجيات وهذا مهم جدا تكون لدينا بلاتفورم ديجيتاليزي وهذا المشروع يقعد يوصل حتى من تاوة حتى الالفين وثلاثين أخبر الفلاحة كل يوم في برايم تايم لوقيت هذا نوصل بعد الفاصل